هذا وقد قام وزير خارجية الفلسطيني رياض الملكي بعرض خمسة خرائط للأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية توضح حقيقة الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر العقود الماضية دون وجه حق وخلال كلمة له أمام محكمة العدل الدولية أكد الملكي أن الفلسطينيين يعدوا من المحرومين من حق تقرير مصرهم لافتا إلى أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة هذه الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب والمحاسبة إسرائيل على المستوى الاخلاقي والحكومات المتعاقبة في إسرائيل فقد قدمت ثلاث خيارات الفلسطينيين إما التحرير الترحيل أو الاعتقال أو الموت والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ولكن شعبنا هنا حتى يبقى على أرضه وحقه في العيش بحرية على أرض أجداده وعدم التسليم بحقوقه لذلك أطلب منكم بعد الاستماع لهذه الأدلة القانونية التي ألا تنسوا الشعب الفلسطيني وأن شعبنا يناضل في كل يوم من أجل العيش كأفراد وعام مجتمعات وكأمة وقبل أقل من شهر هذه المحكمة أقرت بإجراءات موقعة بعد الدعوة التي رفعتها جنوب فريقيا ضد إسرائيل تحت معاهدة البادة الجماعية والتي تواصل إسرائيل انتهاكها مفلتة من العقاب ومحتلة للأراضي الفلسطينية والقيام بالانتهاكات على أراضينا من أجل أغراض استعمارية هذا الاحتلال والحق الأراضي بطبيعته هي اختراق لدني وخبيث للقوانين الدولية